طيب راح نكمل على ال forwarding الآن السكند سيناريو اللي راح نتكلم عنه اللي هو برضو classful ما في داعي للsubnet mask لكن اذا عملنا بصير ضروري انه على مستوى طبعا ال organization منكون عارفين الماسك اللي عملنا على اساسه احنا ال subneting فبالتالي نفس ال procedure السابق راح ناخذ ال packet نعمل extract لل destination IP address وبعدين نعمله ending مع الماسك اللي احنا عاملين عليه ال subneting عنا وبعد ذلك نعمل search داخل ال table طبعا في هذا السيناريو مفترضين انه احنا عاملين subneting لواحد من ال classes يعني سواء كان A او B او C فلذلك هون فقط عنا table واحد هذا ال table بيكون بالاصل class A table لكن ما منقدر نستخدم ال boundary اللي هو 8 على اعتبار انه عاملين subneting so we need a mask حتى نقدر نلاقي ال address اللي احنا ال network address اللي مندور عليه مثال على هذا الكلام لو اخذنا هاي ال network هون عنا بتلاحظوا انه في عنا network هاي ال network طبعا 145 هي class B وعملين فيها subneting ل four networks طبعا ال subnet mask اللي اختير هو 18 slash 18 على اعتبار انه slash 16 او 16 bits للsubnet mask والان عملنا subneting ل four subnets بناءا عليها رح نستخدم ال subnet mask 18 again من الاشياء اللي يعني you have to practice عليها انك انت تقدر تبني ال routing table given ال network topology اللي موجودة عندك في حال بنينا هذا ال routing table يكون في عنا ال four networks موجودين الآن اللي هو بيتعامل معهم هذا ال router وزا ما انتم ملاحظين كل ال networks هذول connected directly مع ال router وبالتالي there is no need for next hub اما الحالة الاخيرة اللي هي بنعتبرها احنا default route واللي هي في حال انه ال router اجته بكت وما كان معروف من ال destination فبهاي الحالة بنستخدم ال default router طبعا في هذه التوبولوجي مش ظاهر ال default router يعني IP address بس الفكرة انه رح يكون somewhere اه على هذا اللينك اللي هو ام فور الان لو اجينا مثلا اه طبقنا اخذنا اجانا مثلا لهذا ال router اجته اي بي باكت وكانت اه اه اي بي ادرس بداخلها ال destination اي بي ادرس كان مية وخمسة واربعين اربعة عشر ثلاثين ثمانية وسبعين طبعا رح نعمل ال ending مع اي تين تمام ونشوف وين هذا الادرس موجود طبعا اذا عملنا اندنج لثمانية وسبعين وطلعت مثلا الجواب رح يطلع واحد من هذور الاربعة فلو طلع فرضا اه اربعة وستين معنى ذلك انه بدنا نروح عن طريق انترفيس ام وان لان لو كان عندنا مثلا اي بي ادرس ثاني زي 722 ومندور عليه طبعا في هذا الادرس في هذا الراوتينج تابل واضح انه هذا الادرس اذا نتورك ادرس حتى لو عملنا له اندنج مع اي تين ما رح يكون موجود في الراوتينج تابل فبهاي الحالة بدنا نروح على الديفولت الان الان الكيس اللي هي احنا مور فاميليار معها واللي يعني شفناها في مادة الناتوركس اللي هي انه يكون عندنا اه مور بساعدة أدرس وبهاي الحالة اذا كانت الادرس كلاس مور بساعدة معنى ذلك انه for each destination address المفروض انه نشوف النتورك ماسك او سبنت ماسك المناسب البروصيجر كالتالي رح ناخذ destination IP address من ال IP bucket من الهدر بعدين ما رح نعمل ending أو نحاول نعمل masking من خلال الخطوة الأولى اللي هي قبل ما ندخل على routing table وإنما we have to go directly على routing table. طبعا في داخل routing table الآن منبدأ السيرج بحيث أنه ناخذ destination IP address كامل نعمل له ending مع الماسك الأول بالfirst role اللي موجود عنا وبعد ذلك نشوف النتيجة. إذا نتيجة الـ ending ما بين الماسك والـ destination IP address. نتيجته هي تساوي الـ network address المسجل عندنا. مع هذا ما عملنا الـ ending مع هذا الـ subnet mask معنى ذلك أنه يعني وجدنا الـ next hub المناسب. الآن إذا عملنا الـ ending وطلع الجواب يختلف عن الـ network address المسجل هون. We go to the second row. وبعد ذلك الـ third row وهكذا لحد ما نلاقي match. طبعا راح نضع نماشين لما نوصل لنهاية التابل. بنهاية التابل راح يكون في عندنا ماسك هو all zeros. اللي هي default case. فلما نعمل الـ ending مع all zeros. راح يطلع معنا network address all zeros. طبعا منكون مسجلين احنا بالـ default case آخر واحدة. إنه إذا كان الـ subnet mask all zeros. أكيد طبعا إذا عملنا عندنا الـ ending مع all zeros. بيطلع الجواب all zeros. فمنكون مسجلين كمان في الـ routing table زي ما راح نشوف بالإكزامبل التالي. راح يكون مسجل عندنا الـ network address all zeros. فمنختار الـ default router. نشوف مثال هاي. هون عندنا الـ topology لـ R1. التركيز على الـ router R1. عنده four networks. زي ما انتم شايفين كوننكت الـ direct لهاي الـ four networks. الآن إذا تفرجنا على الـ routing table تابعوا. بنشوف إنه في عندنا طبعا لاحظوا الآن بنبطل يعني نتكلم عن classes A, B, C, D. هي لازم كل network address يكون مع subnet mask. فمن موجودين بالـ table الفرق الآن إنه يعني ما بين classless والclassful إنه بالclassless منعطي أهمية لموضوع longest prefix. طبعا تتذكروا في مادة الـ network تكوننا نتكلم عن إيش يسمه longest prefix match. والمقصود فيه إنه دائما أول ما أبدأ أعمل سيرج أبدأ بالـ longest prefix. طبعا احنا اتفقنا إنه هذا الـ prefix بيمثل اللي هو الـ slash notation هذا أو الماسك. هو يمثل الـ prefix. قديش الـ bits اللي موجودة في الـ prefix part اللي هو نفسه بيمثل الـ network ID. إذن بتلاحظوا هون مرتبين من الـ longest prefix ونازل. لما نيجي نعمل سيرج المفروض نبدأ من عند الـ longest prefix. الآن الفكرة كالتالي إذا طبعا كتابل زي ما قلت قبل شوي إنه آخر كيس الماسك فيها zero والـ network address يعني إذا عملنا الـ ending مع zeros أكيد بيطلع الجواب zeros فمنستخدم الـ next hub المناسب. طبعا هذول الـ four networks زي ما تشايفين connected directly على الـ router. مقابل إنه إذا إجته باكت مش تاب على واحدة من هذول الأربعة networks معنى ذلك أنه we have to go through the next hub. الـ next hub بالنسبة لنا طبعا هو الـ router هذا. والـ IP address تابعه اللي هو 180-70-65-200. طيب الآن الفكرة كالتالي عشان يعني نعرف مضبوط ليش مندور على الـ longest prefix first نأخذ المثال التالي لو كان في عنا هذا الـ IP address as a destination address وصل للـ router وكان 180-70-65-224. الآن نبدأ من البداية من الـ first row نعمل search ونعمل ending مع 26 يعني نحن نأخذ 26 ones هون ونعمل بينهم ending. طبعا أول 24 bits رح يعطونا all ones فرح يظل نفس الرقم 180-70-65. بيظل الآن الـ two bits المتبقيات نتفرج عليهم مع ما تبقى من هذا الرقم. طبعا 224 إذا بتحولوه لـ binary بيعطيك three ones بعدين five zeros. ففعليا أنا لما أعمل ending مع 26 معناته في عندي two ones والباقي كله بالmask six zeros. إذن الآن أول two ones رح يعملوا match مع أول two ones بال224. ذكروا قلنا 224 بتمثل three ones بعدين five zeros. فعنا رح يكون فيه match. وبالتالي الرقم رح يطلع معنا one one. يعني في عنا two ones الآن أخذناهم. و six zeros. طبعا من أين إجت من الماسك مع 26. اللي هو عبارة عن two ones وبعدين six zeros. هون 224 هو three ones بعدين five zeros. فالthird one اللي موجود هون رح يصير له masking رح يصير zero لما نعمل الاندنج. طيب شو النتيجة اللي طلعت معنا من الاندنج مع 26 هي هذا الادرس 192. فبناء عليها رح نقول فيه match. و نعتبر إنه هذا الاي بي آدرس تابع لهاي النتورك. الآن خذوا نفس المثال هذا لو فرضا ما مشينا على قاعدة. إنه نبدأ السيرج باللونت بريفيكس. يعني نفرض إنه بدأنا أو كان مثلا مش مرتب التابل وبدأنا من. سلاش 25 فكان 25 مكتوب قبل 26. طبعا هون عمانا بنعمل سيرج زي ما بحكوا يعني sequential أو in order. فبالتالي بدأنا من الأول. هسا افرض إنه بدأنا من 225 بدل 226. يعني كان 225 مكتوب أول بعدين 226. هيك منكون طبعا ما طبقنا قاعدة the longest prefix match. إنه نبدأ دائما بالlongest prefix وننزل. شو اللي بيصير. الآن إذا أخذنا الادرس هذا. نشوف إنه يعني يطلع الoutput ولا لا. الآن نعمل الاندنج مع 25 وليس مع 26 bits. Again 224 قلنا عبارة عن 3 ones بعدين 5 zeros. وال25 هي 1 وبعدين عندي 7 zeros. إذن إذا أخذت أنا الآن 3 ones من 224. وعملت لهم أندنج فقط. لأن الbit رقم 25 هي 1. وما تبقى كله zeros. شو راح يطلع معنا الجواب؟ راح يطلع 1 و 7 zeros بجنبه من الاندنج. هذا شو بيمثل 1 و 7 zeros؟ بيمثل 128. إذا نلاحظ حتى لما عملنا ending مع slash 25 لنفس الادرس 224 أعطى نتيجة صح أعطى 128. فبهاي الحالة راح أقول آه فيه ماتش وأخذ الباكت وعمل لها فورورد نقلمين لهاي النتورك. طبعا هذا الجواب خطأ لأنه الادرس 224 لو أخذنا نرجع للرينج تبع النتورك آدرس هذا 128 ونيجي نأخذ 7 bits المتبقيات. هذا 25 ضائل 7 bits ونطلع الرينج الفيرست آدرس 128 واللاست آدرس. طبعا اللاست آدرس راح يطلع 191 فبالتالي 224 هو ليس ضمن الرينج تبع هاي النتورك. يعني احنا عملنا فوروردنج للباكت لنتورك خطأ. السبب إنه زي ما قلت بدأنا ب slash 25 instead of going with the longest prefix which is slash 26. الآن إذا أخذنا مثال آخر IP address بيبدأ مثلا 1824. طبعا واضح حون إذا بدأنا بأول واحد عملنا ending مع الأول مش هيطلع 180 مع الثاني مع الثالث. في كل مرة بعمل ending ما راح يكون فيه match. راح نوصل لآخر case اللي هي default. لو فعليا عملنا ending مع all zeros حيطلع الجواب zeros بعتبر إنه فيه match. طبعا عادة هذا احنا ما نروح عليه إلا آخر إشي اللي هو default case منسميها أو default route. وببناءا عليها we will forward the packet to next hub 180. مالك عندك سؤال. آآ دكتور دكتور. أنا بعد ما أعمل ending بدي أشوف النتورك اللي أنا عملتها. أريد أشوف الرينج تبعها إذا طلع معي ضمن الرينج وأضيفها. على هذا الأساس بروح اللي باديها. يعني ليش مثلا الثمانتاج دوت 24 وثنين ثلاثين دوت 78 ما يعني ما عملتها. آآ هو الآن الفكرة. كمل سؤالك. آآ هو أنا علي أساس قصدي أنه ما حطناها من نتورك. يعني لو عملنا بين 78 و 26 و 20 راح يعطيني نتيجة برضو. عملنا ending بناتهم. بين؟ 78 و 26. 78 و 26. هي بتعمل ending بس لاحظ أنت الأوتبوت اللي راح يطلع معك. أنت فعليا قاعد بتعمل ending مش بس مع 2 bits. اللي هما يعني بعد الـ 24. إنت بتعمل. آآ أنت بتعمل ending للـ 26 bits كاملات. يعني بتبدأ من أول bit من هون. في عندك هون 8 ones. هون 8 ones. هون 8 ones. هاي 24 ones. وبتاخذ 2 ones من آخر واحدة. هاي 26 ones مضبوط. آآ آآ كيف. آآ وضحت كيف. بس أنا بالمثال السابق بعرفش يمكن ما أكون إن شاء الله خربطكو. لما قلت إنه هذولة كلياتهم بنزلوا زي ما هم. قصدت إنه أول 24 bits لما عمل لهم ending سواء عندي 25 bits أو 26 bits. دائما أول 24 bits بيطلعوا نفسهم. نفسهم. يؤطوك رقم جديد. النتيجة الـ and. النتيجة الـ and. اللي هو مثلا طلع يا 12290 يا 128. مضبوط. هون نفس الشيء. الـ 18 24 32 32 78. لما تأتي تعمله ending مع 26. أول 24 bits منه. سينزلوا زي ما هم. سينزلوا زي ما هم. هسا ممكن 78 تأتي رقم غير. اللي هو ممكن تعطي مثلا 64. يعني لأنه بنعمل ending مش مع كل الـ ones. مضبوط يعني فيه zeros وفيه ones. فممكن يتغير يعني قيمة آخر bite. أما هذول لأنه قاعد بعمل ending مع 8 ones كاملات. الرقم كامل بنزل. فعلى الحالتين الرقم اللي رح ينزل عندي. من الـ ending يعني الـ outward تبع الـ ending. الـ result. رح تطلع network address ما فيه match. بهاي الحالة. ولو نزلنا على الثاني وعملنا ending مع 25. برضو أول 24 bits رح ينزل exact لنفسهم. فلما أقارن على الأقل لو أقارن أول 24 bits. من الـ 2 بين هذا وهذا ما فيه match. ولو نزلنا على اللي بعده واللي بعده نفس المبدأ. وضحة الفكرة. نعم وضحت الفكرة. نعم. لما عملناها الماسك مع الـ slash 25. نعم. 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 المهم من لقيها بالـ rent ولا ما من لقيها. لا. هي الـ output اللي بيطلع. يعني لما أعمل الـ ending. بيطلع عندي match كـ network address only. طبعا هو الماتش خطأ ليش. لأنه يعني بدأنا بـ 25 بدل 26. يعني القصد إنه نتيجة الـ ending بتطلع صح. بس الآن لو نفكر فيها إنه هل إحنا فعلا يعني الـ search اللي عملناها داخل الـ table صح ولا خطأ. طربنا مثال قلنا لو حاولنا نعرف الـ range تبع هاي الـ network. تمام. والـ range تبع الـ network الثانية. اللي بتبدأ بـ 192 والـ network اللي بتبدأ بـ 128. فقلنا إنه لو طلعنا على الـ range تبع هاي الـ network given إنه أنا معاي طبعا الماسك تبعها. فالـ range تبعها هذا أصلا ما بيغطي الـ address 224. فقلنا خطأ إنه نعتبر هذا الـ address تابع الـ 128. طبعا أنا ما في داعي وأنا يعني خلينا نقوله أنا قاعد بعمل search بالـ table. ما في داعي إني يعني أتفرج على الـ range تبع الـ network من إلى حتى أعرف إنه الـ address fits or not. إذا أنا يعني مشيت على القاعدة تبعت الـ longest prefix فأنا بالـ safe side. فلما قلنا بدأنا بالـ address بالـ mask slash 26 عمل match مع الـ network 192. الآن الـ network 192 لو أخذتها وحاولت إنك يعني تعمل إليها given mask تبعها. هذا الـ first address وتطلع الـ last address. اللي هو إنك تاخذ الـ six bits المتبقية بالـ host ID وتحطهم all ones. وتتفرج على الـ result النهائية. بيطلع عندك الـ range للـ address من 192 لرقم معين. هذا الرقم رح يكون بيغطي الـ 224. يعني كـ range. فإحنا بس ضربنا مثال نفرجي إنه إذا بنعمل ending مع prefix أصغر قبل ما نعمل ending مع prefix أكبر. ممكن بحالة زي هاي إنه نودي الباكت على نتورك مشتابعة إلها هذا الـ address. على أي أساس أنا قررت إنه هذا الـ address 224 مشتابع لـ network 128. لأنه فعليا لو دورت على الـ range تبع الـ network هاي ما بيكون هذا الـ address within this range. معناته مشتابع إلها. يعني كان هي بس عملية توضيح إنه لو طلعنا الـ range لكل نتورك من هذول. بقدر طبعا أنا بدون ما أعمل ending إذا بطلع الـ range لكل نتورك على جنب. بقدر يعني أعرف أي نتورك أدرس بيجي إنه بتابع لأي نتورك بدام الـ range عندي مزبوط. بس إحنا الطريقة اللي بنتبعها الآن لما نقول بنعمل ending ومتطلع على الـ result. هذا الـ algorithm اللي بيمشي عليه الـ router. يعني زي بيقول لما بتحل إنت على ورقة وقلم. عادي بتصير تحط الـ range قدامك للأولى وللثانية وللثالثة. وبتصير كل نتورك كل destination address بتشوفه. بتقول والله تابع للـ range الفلاني. إنت فعليا بتكون already يعني أخذت بعين الاعتبار الـ mask لما طلعت الـ range. بس إحنا بنحكي الطريقة اللي بيتبعها الـ router. لما يجي يعمل يعني زي ما بحكوا كـ algorithm. كـ procedure داخل الماشين تاعته. شو الـ procedure اللي بيمشي عليه؟ بيمشي بـ steps. بيأخذ address بعمله ending مع الماسك. يعني كـ procedure. الـ output اللي بيطلع بعمله compare. مع الـ output مع الرقم اللي مسجل هون. زي كيف يعني كأنك كاتب program للـ router يمشي عليه. بقعب بتقول له F statement. إذا الـ output اللي طلع من الـ ending بعمل match مع هاي. يعني equal معناته خذ الـ next hub. ما عمل كذا بتقول زي else if وانزل علي بعديها. فهو هذا الـ procedure اللي احنا بنشرحه. إنه نعمل ending ونقارن. هذا الـ procedure اللي بيمشي عليه الـ router نفسه. بس أنا حاولنا نوضح بالمثال السابق. كيف إنه لو بدأنا بـ prefix أقل. ممكن نروح على network خطأ. ممكن واحد يقول يعني شو عرفك إنه network خطأ اللي رحنا عليها. قلنا بنتفرج على range. تبع الـ network ومنعرف إنه احنا رحنا على network خطأ. هذا كان سؤالك ولا خربطتك؟ قلنا هاي لو بدأنا نطلع الـ range تبعه. بدو يكون عندك ضائل 7 bits. 7. 7 bits. هذولا 7 bits إذا بتحطهم. طبعا هون انت عندك 25 bits. يعني دايما الـ bit رقم 25 مثبت. مثبت. نعم. هسا بيضل عندك 7 bits. هذولا 7 bits الآن لما تحطهم ones. بعطيني الـ last. بعطيك الـ last address. فالآن هذا الـ last address. يعني بيعطيك اللي هو range زي سوبر نت من هاي. هسا لاحظ على هاي الـ network 192. هاي زي كأنها sub network من هاي. تمام. وضحت كيف الفكرة؟ يعني انت دايما بدك تودي على sub network وليس على global. يعني بدك تروح زي ما بقولوا كيف لما واحد يكون بشارع. الآن مضبوطي كلام. أنا والله بالشارع الفلاني موجود في البيت الفلاني. يعني أنا مش في المكان الخطأ. بس هل أنا وصلت لهذا البيت ولا لا؟ بدي أروح على الـ sub network اللي موجود فيها الـ actual address. طبعا ببين معي من الـ range تبع الـ 192. آه تمام تمام. طيب. طيب. في كان حدا معانا بالأسئلة. كنت أول شايف أكثر من هاند. ضل حدا عنده استفسار قبل ما نطلع من هذا البارت. دكتور بس استفسار بسيط. الـ next hub IP address هو الـ ARP table صح؟ ما يأثر شيء على الباكت أو الـ header أو شيء صح؟ آه هذا الـ next hub address المسجل هون. آه. نعم هذا هذا بيكون فقط مسجل بالـ routing table. هسا اللي موجود في الـ IP bucket بالـ header موجود الـ source IP address يعني اللي بعث الباكت. وموجود فقط الـ destination IP address. هذا الـ address زي ما أنت قلت ما منستخدمه في داخل الباكت. هذا فقط مناخذه ومنعطيه للـ ARP protocol. يعني من نزله على الـ data link layer بس عشان نعرف إيش الـ MAC address تبعي الـ router. عشان أقدر أوصل له. يعني أنا هون مثلا بالمثال هذا. إذا فرضا يجاني باكت زي هاي آخر وحدة. وبدي أوضع الـ next hub اللي هو 180. هذا الـ router. هسا أنا فعليا هذا الـ IP address ما رح يأثر على زي ما أنت قلت. ما رح يأثر على الـ IP header تبعي الـ packet. هو فقط أنا عندي الـ IP address بالـ routing table تبع هذا الـ router. الآن أنا بحاجة للـ MAC address تبعه حتى أقدر أعمله delivery. يعني أوصل له هاي الباكت. نعم. أعمله forwarding. فأنا فقط بأخذ الـ IP address وبعطيه للـ ARP protocol. أقول له أعطيني الـ MAC address حتى أقدر أبني فريم وأحط جواته الـ IP packet. فالـ header بيظل زي ما هو. يعني جواته الـ source IP address والـ destination IP address. أما هذا الـ IP address يعني ما بدخل في حسابات الـ two IPs هاي اللي موجودة بالـ header. نعم. طيب. طيب. ليس إضافED الطب pilgrim AB NUT . قالنا إنه إذا كان في عندي أنا NUT edges وسachu veterinary. والدول الدائرة هو كلهم موجودين بالـ routing table رابط R1. رابط رابط يحتاجا أن يكون مؤمنين الدائرة في الـ routing table شهازه بالدقاء. هدول. يعني حتى يقدر انه يوصل لكل وحدة specifically. لكن قلنا راوتر 2 لو اجته اي باكت تاب على اي وحدة من هاي الاربعة نتوركس. على جميع الاحوال دائما راح يختار R1 as a next hub. فبهاي الحالة قلنا بامكاننا ان نخلي R2 يشوف كل هدولة الاربعة نتوركس as one نتورك. وبالتالي اي اي باكت توصله باي باكت تابع لأي واحد من هاي الاربعة R2 مش مضطر يعرف مين بالضبط النتورك اللي تابع لها هاي الباكت. لانه فعليا هو ما هيوصلها. هيعطيها ل R1. فبهاي الحالة بتلاحظوا هذا التابل تابع R2 معمول في ما يسمى address aggregation. يعني انه دمجناهم مع بعض. فلاحظ هدولة الاربعة نتوركس كاملات كان الماسك تابعهم slash 26 دمجناهم كلهم مع بعض بماسك slash 24 طبعا منرجع للبروسيجر اللي شفناه بالسوبر نتينج انه بنصير ناخذ بتس من النت اي دي ومنعطي لمن للهوست اي دي. او مناخذ من البريفكس ومنعطي للسوفيكس فلاحظ انه رجعنا 2 bits لورا. لما رجعنا 2 bits لورا بتلاحظوا يمكن هذا المثال لانه بسيط على slash 26 و slash 24. slash 26 لما ارجع لورا ادور على common bits بينهم هدول الاربعة. طبعا اول 24 bits بيكونوا مشتركات. اللي هم ميه واربعين اربعة وعشرين سبعة. فكلهم هدول اول اربعة وعشرين بيتس. ميه واربعين اربعة وعشرين سبعة. كلهم مشتركات بينهم. فحناخذ الان نتورك جديدة. اللي هي السوبر نت هاي. ميه واربعين اربعة وعشرين سبعة صفر. والماسك تبعها slash 24. الان اي باكت بتوصل لارتو. بدها تروح لهاي النتورك. السوبر نت. طبعا هون في خطأ مش النيكست هاب دايركت. رح يكون عن طريق انترفيس زيرو. بس رح نعطي لاروان. مش مش دايركت. فهون رح يكون النيكست هاب اروان في كل الحالات. فما في داعي اذا بتتذكروا قلنا انه نسجل الاربع نتورك داخل ارتو. لانه كلهم لهم نفس النتيجة. كلهم رح يروحوا لاروان. نقطة الاخيرة في الموضوع الراوتنج تيبلز. بتتذكر لما كنا نتكلم عن اي راوتنج تيبل. ويمكن حتى في النيتورك كنا نذكر هذا الكلام. قعدنا عندك سؤال. بس الادس اججيجيشن. نعم. طيب مو يعني هو دكتور زي فلتر السبكة ولا. هو 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 هون احنا يعني دايما هو اي راوتنج تيبل بديو يحاول انه يعني اذا بنشبهه بالفلتر اي راوتنج تيبل هو بفلتر الباكتس يعني كل واحدة بيوديها للمكان المناسب. بس لما ما فهمت سؤالك يعني قصدك انه كلمة اججيجيشن انها يعني بتعمل الفلترين. قصد دكتور انه الارتو ليش واقف كده او دكتور انت قلت انه انترفيس مو باشر بينهم هذه خبطتني شوية. اه قصدت انه الان بالنسبة لارتو الان اذا بتلاحظ الانترفيس اللي يعني القصد انه اي باكت بتيجي من انترفيس ام ون تمام. نعم. وبدو يعمل لها فوروردنج. طبعا الان اي باكت بتوصله من انترفيس ام ون بديو عمل لها فوروردنج ما عنده خيارات يعمل فوروردنج الا لار ون طبعا في حال انه في ماتش. اه. قصد انه لو الباكت جاي لهاي النتورك او هاي او هاي او هاي. بالنسبة لارتو الاربع نتورك هدول كلهم هو شايفهم يعني كأنهم جست وان نتورك وان بيج نتورك. وبالتالي اي باكت بتيجي بدأت تطلع عن طريق الانترفيس ام زيرو وتروح لار ون. ار تو ما بيعني اي نتورك بالضبط هي رايحة الو. فلذلك يعني سجلنا له بالراوتنج تيبل تبعه كاختصار بالراوتنج تيبل بدل ما نسجل له الاربع هذول كاملات سجلنا له جست وان بيج سوبر نتورك. فصار الان خلص اي باكت سواء كانت تاب على نتورك وان ولا تو ولا ثري ولا فور كلهم بيبينوا بالنسبة لارتو از وان سوبر نت. الان مين اللي بده يفصل انه هاي الباكت لمين لازم تروح لنتورك وان ولا تو ولا ثري ولا فور هو ار وان. فار وان بيحتاج انه يكون عنده الفور نتورك موجودات بالراوتنج تيبل. اما ار تو مش بحاجة انه يشوف الاربع نتورك هذول بالتفصيل. يعني اكتور ممكن هاي مفيدة مثلا باورجانيزيشن مثلا عندها اكثر من قسم فتصير توزع. هي عادة عادة بالجأولها اكثر على مستوى الانترنت يعني على جلوبال انترنت يعني يعني هذول مثلا هذا راوتر موجود باورجانيزيشن. هسا انت بتيجي مثلا بدك تطلع على راوتر خارجي. هذا الراوتر الخارجي مش بالضرورة يشوف كل الدبارتمانس او النتورك اللي داخل الاورجانيزيشن. هيشوف كل الاورجانيزيشن هذول. هيشوفهم كلياتهم يعني خلينا نسميهم دبارتمانس. اربعة دبارتمانس. وعندك مثلا اورجانيزيشن واحدة. داخل اها اربعة دبارتمانس. ار تو مش محتاج يشوف الاربع دبارتمانس هذول. فقط بيشوف النتورك ادرس تبع الاورجانيزيشن كاملة. اللي هو السوبرنت كاملة. الراوتر اللي يعني التاش دايركت لي مع الاورجانيزيشن او مع الدبارتمانس. اللي تابع الاورجانيزيشن هاي. بيشوفهم بالتفصيل هذول النتورك. عشان يعرف كل واحدة لمين يعطيها الاي بي بكت. اما ار تو يعني لو شافهم كلياتهم از ون اورجانيزيشن. ما عندهم مشكلة. لانه بالاخر رح يعطيها لار وان وار وان هو اللي رح يفصل. يعني ل مين راح تروح او يعمل فلترينج. طيب. انكمل على النقطة اللي بعديها. كنا منقول انه الراوتنك تابل بالعادة حتى من يعني لما بلشنا فيه بالنتورك. زمان. كنا دائما نقول انه احنا بنعمل الراوتنك تابل بيز على الديستينايشن يكون نتورك ادرس صح؟ يعني لاحظوا دائما من سجل نتورك ادرس. هسه هذا النوع من الراوتنك تابل بيسموه نتورك سبيسيفك راوتنك. يعني مبني على مبدأ النتورك ادرس. هسه في حالات مرات انه ممكن انا ابني الراوتنك بيز على الهوست اي بي ادرس. بيسموه host specific routing طبعا هم نعرف انه لو اجينا وبدال ما نحط network address صورنا نحط host address راح يصير عندنا huge routing table لانه بدي اضطر اسجل كل الائي بيز تبعات الهوست اللي تابعات للنتورك الاولى والثانية والثالثة واصير اقول اذا اجي لهاي الهوست ودي لهذا الراوتر طبعا مندمجهم كلهم مع بعض لانهم تابعين لنفس النتورك فمنختصر كثير بالانتريز تبعات ال routing table لما نتعامل مع network address بالforwarding وليس مع host address لكن sometimes ممكن يكون بالنسبة للadministrator for controlling for security يعني for specific purpose بيكون عمدا بده مثلا انه for this specific host بدي تستخدم هذا ال next hub يعني مثلا لو ما كان موجود هذا الانتري الاول تبع host p الوضع الطبيعي انه لما الراوتر ييجي الهوست يطلع packet هاي الباكت اللي عنده الهوست بدها تروح لhost p يعني destination ip address داخل الباكت هو host p طبعا الوضع الطبيعي انه a يعطي الباكت يعطي الباكت لمن لR3 لانه بده يدور على shorter path فاذا اعطاها او يعني الديفولت راوتر تبعه بده يكون R3 فاذا اعطاها لR3 حيوصلها مباشرة لكن لو اعطاها لR1 حيضطر يعطيها لR2 وR2 يوصلها فالوضع الطبيعي انه اي باكت رايحة لهوست به انها تكون اصلا هي تاب على network 3 وبالتاب اللي لدينا هون موجود انه اذا اي باكت تاب على network 3 تروح لمن لR3 الوضع الطبيعي بينما لو عندي انا هوست موجود على network 2 الوضع الطبيعي انه اي هوست موجود على network 2 تروح الباكت تاعته لR1 فاحنا بنتعامل مع networks لكن لاحظ لما ضفنا entry زيادة بالتابل وكان ال destination address ليس network address وانما هوست address وكتبنا هوست به address كامل وحطينا مقابله R1 اذا احنا عملنا override للرول بتاعة N3 مضبوط مع انه الهوست به تابع لnetwork 3 لكن انا عملت له path خاص فيه فقلت تحديدا اذا كان عندك destination host B ما بدي ياك تروح لR3 اللي هي default case هاي بدي ياك تروح لR1 طبعا هون ممكن يكون for administration انه انا انه انا قاعد بدي اعمل testing لل path فبالتالي بدي اشوف كيف لو مشيت البكت من R1 لR2 لتوصل للهوست B يعني قاعد بعمل testing لهذا البث او ممكن for security اعمل check على N3 قبل ما اعمل check على host B by default سوف اعطيها لما اعمل ending لل IP address سوف اعطيها لR3 وما استفدنا اشي بينما انا اريد الراوتر انه يمر على entry host B قبل ما يمر على R1 طبعا شو بتتوقعوا الماسك اللي رح يكون مسجل هون متذكرين هسا هون في عندنا كرقم 32 بالضبط لانه 32 بيتس لما تيجي تاخذ انت اي IP address موجود في packet وتعمله ending مع 32 بيتس سيطلع الجواب الادرس نفسه فبالتالي يظهر عندك الادرس كامل ليس as network address طبعا 32 هو اكبر prefix او اطول prefix وبالتالي دائما احنا قلنا نبدأ ب لذلك رح نبدأ ب host b قبل n3 طبعا هذا برجع بجاوبنا على سؤال زميلكم السابق لما قلنا انه في عنا network وفي عنا sub network بداخلها يفترض نوصل لل sub network قبل ما نوصل لل network هون نفس المبدأ يفترض اني اوصل للhost مع انه هذا الhost تابع ل network 3 بس انا ما بدي ابدأ network 3 لاني بكون هيك اتجاوز ال specific host اللي انا بدي هذا الكلام كمان لو تفرجنا على routing table نفسه منلاقي في flag بيشير الى انه هذا destination is host وليس network هذا السلايد اضافي مش موجود بالكتاب بس يعني بهمنا نشوفه وغالبا بتكون شكته ب lab networks اذا اخذ lab networks او رح تاخذ lab networks فرح تشوف هذا الكلام بالتفصيل لما تعمل show ل routing table بال router هس دائما احنا قلنا انه في عندنا mask وفي network address وفي next hub وفي interface هس في one more column ما حكينا عنه سابقا وانحنا بنتفرج على routing tables بس هو in fact موجود بأي routing table لما تعمل show الip route بيظهر عندك بالrouting table اللي هو بسموها flags هاي flags بتكون عبارة عن letters بسجلة بجنب كل entry بيكون في flags بهاي الاحرف u g h d m طبعا هاي flags عبارة عن on off يعني زي ya one ya zero اذا كان ال flag مكتوب معناته on يعني موجود يعني يعطينا المعنى اللي رح نحكي عنه الآن اذا ال flag missing معناته قيمة zero او off يعني مش موجود الاشي هذا مثال اذا وجدت انا letter u بالflags معناها انه هذا router up يعني path هذا بيكون running و up اذا ما وجدت u معناته هذا ال router اللي انا احاول اوصل له as a next hub بيكون down وبالتالي وجود ال flag معناها انه هذا ال entry valid او انه router up واذا كان zero او مش موجود يعني معناها انه down g gateway عادة اذا في next hub مسجل بيظهر عنا letter g اذا ما في next hub يعني direct connection ما بيظهر letter g لما نشوف letter h هذا بيعني انه ال entry اللي موجود هون طبعا دائما احنا by default بنعتبر ال entry اللي هون هو network address بس قلنا في حالات خاصة بنعتبره host بيعطينا flags indication انه this is a host address وليس network address عن طريق letter h فاذا شفنا h يعني ممكن يكون في عندي u g h كletters موجودات بال entry او u h فبهاي الحالة وجود h بتعني انه this address اللي مسجل في ال entry تبعا network address is a host specific address وليس network address في حال شفنا letter d او m هنحكي عنهم لاحقا ان شاء الله في chapter 9 اللي هما بيلزمونا لما يعني يصير update على التابل عن طريق بروتوكول آخر اسمه icmb فراح نتكلم عن هذول ال two flags ال d وال m for now قلينا على ال flags اللي هما ugh هون مالك عندك سؤال او دكتور دكتور ال gateway مش هو default router لا هي كلمة gateway معناها next hub حسا لما نقول default router يعني كأن نقول default gateway يعني gateway هي المخرج دائما او 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 يعني ما نربط كلمة gateway ب default بس دائما يعني مرات من نقول gateway على اساس انه مخرج النا بس عادة لما نعمل forwarding انا بعمل forwarding ل next hub اللي هو يعتبر بالنسبة لي مخرج gateway فمش بالضرورة انه كلمة gateway default router نعم لما احكي default gateway هو default router ايو ايو لازم يكون في كلمة default لما بدك تقول عنه default router لازم يكون في عندنا كلمة default يعني ما في كلمة بتغني عن default عدنان عندك سؤال دكتور بس ك router يعني بس شو ك router يسوي forwarding شو همه اذا كان gateway او host مادام عنده mask يسوي بس forwarding لا مرة ثانية قصدك انه يكون network address او host address قصدي انه ك flag شو يفيد ال router او ال routing انه اذا عرف انه gateway و host شو يؤثر علي يعني بس ملاحظة يعني قصدك ال flags هاي شو فايدتها انه نحط g او h او كده ال u d m افرم شو فايدتها بس g وال h شو تفيد شو تفيد ال process تفضل اه ال g وال h اه هسا احنا بالنسبة لنا بالنسبة لنا عادة زي ما قلت لما نبني ال table بنحط مثلا dash عند كلمة next hub تمام او منقول هذا empty مش موجود next hub هسا ال router تعرف يعني عبارة عن computer program بده indications فالletter g بالنسبة له بيعطي indication انه يعني هذا ال entry اللي موجود هون استخدمه as next hub هسا اذا هذا empty يعني مش موجود هذا ال entry بيكون في indication انه ال g ما بتكون موجودة فهي بس عملية يعني زي ما تقول ك program كيف انه لما يطلع على flags بيصير هدول fields يعني لهم meaning هسا ممكن انه يعني زي ما تقول يعني نعمل data structure بطريقة معينة وما نستخدم هاي ال flags فهي ال flags يعني فقط indication لل router انه شو وضع ال entries اللي طريقة انه يصير يعمل يعني if statement ويصير يقول انه مثلا في عندي زي data structure في عندي اذا هذا مثلا ال entry دايما موجود بالtable وempty أو zero معنى عرفت كيف يعني هي ممكن تتبرمج بأكثر من طريقة كيف انا اتفرج على ال table الان لما عملوا routing table عملوا بهاي الطريقة انه هاي ال flags مباشرة بتعطي indication لوضع ال fields اللي موجودات في table فبس اشوف مثلا g i know there is a valid مثلا next hub ip address هون بس اشوف مثلا h بعرف انه this is a host address تمام بدون ما ادور على اخرى اكتشف هذا الكلام على هل مفيد ال process كسرعة اكزاكلي هو processing router زي لما قلنا قبل شوي انه احنا بنعمل ending مع mask وبعدين بنعمل match قلنا ممكن لو واحد حاب يعملها بطريقة ثانية زي ما بيحكوا بيجيب ال network address قبل ما يدخل على table بيعمله ending مع هذا بيطلع range كامل وبصير اول ما تيجي البكت مباشرة بيوديها لل next hub المناسب صح صح بدون يعمل ending وبالطبع this is available بال fast routers اللي موجود الان بالانترنت انه بيجي ال router بدناش نطلع كثير عن الموضوع بس كونه فتحنا انه حتى الان يعني ال routing صار fast زي النقطة اللي انت قلتها الان انه ابدأ الطرق اللي تستخدم الان بال routers to make forwarding faster انه قبل ما توصل البكت فما بيصير يعمل فعليا ما بيعمل ال ending لكل بكت بلحظتها بيعمل هذا الكلام كلياته وببني database ثانية بتكون يعني mirroring لل actual routing table وبصير يلجأ لها فبيسموه fast forwarding فهي techniques عرفت كيف يعني how to search the routing table yes algorithms algorithms software exactly exactly ان شاء الله تكفافي محمد عندك سؤال اه دكتور الله سمع نبني routing table لتبريب slide 8 slide اه بشكل عام اي i-routing table اه i-routing table اه مرة ثانية مال r1 بحتي كان عنا r1 r2 r3 و بنائنا table routing table r1 تمام تمام اه اه مثال يعني زي اللي اخذنا قبل هالمرة زي هذا ايوه 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 انا ما بنائنا routing table اعتبرنا كل routing table ثانية مش احنا بنائنا بنت ال r1 اذا الثانيات اعتبرت راوتنگ لا لا كل واحد من الثانيات راوتنگ table خاص في اه تمام يعني اه ال destinations هما فقط ال networks وليس ال routers يعني اقذ ال networks يعني اه فهمت سؤالك يعني يعني قصدك اذا انا فهمت عليك انه قصدك r1 لما بنائنا له table اعتبرنا انه هذول بالنسبة له three destinations direct واعتبرنا له هاي ال network بعيد عنه destination بعيد indirect بالنسبة لانه لازم يمر r3 صح اه مزبوط كلامك الان لما تيجي تبني routing table r3 بدا ايوة ايوة بتصير يعني خلينا نعدل الجملة بتاعتك بدل ما نقول destination كل router لما نبني راوتنگ table نعتبره زي كأنه root وبدو يوصل ل destinations يعني ايوة يعني هسا لما كان r1 بدنا نبني راوتنگ table اعتبره هو زي كأنه root وبابدأ الان بدو يوصل لل branches تاعت وكل يات يعني من نطلق من r1 هسا زي ما قلت انت لو اخذنا r3 بنبني راوتنگ table بنصير نطلع على r3 كأنه root لهاي tree وبدو نبدأ نتشعب من عنده فمنصير نقول والله هاي النتورك اللي قبل شوي كانت بالنسبة r1 indirect صارت بالنسبة r3 direct اه هسا هذول التو نتورك اللي كانوا بالنسبة r1 direct شو صاروا بالنسبة r3 صاروا indirect صار بدهم نكسهب اللي هو r1 دكتور الانترفيس هون الانترفيس الانترفيس تابعون r1 تابعون ال local router نعم وال next hub ال neighbor اللي بده ادوين وال next hub هو ال neighbor اللي انا بدي احاول اوصل له الانترفيس الانترفيس هاي هاي للراوتر نفسه اللي هو r1 يعني ما لها علاقة بال next hub يعني اخذ مثلا هون في حالة class c اللي هو عشان اوصل لهاي النتورك لاحظ r1 سجلنا بجنبه m0 اللي هي هاي الانترفيس تابعته ما سجلنا الانترفيس تاعة r3 بالضبط بالضبط متذكر كأنه سئلت عنها المرة الماضية واكدنا عليها بس يمكن غيرك سأل فنرجع نأكد عن نفس النقطة للجميع يعني اللي ما انتبه لها المرة الماضية انه دائما الانترفيس اللي بنسجلها هي الانترفيس تبعة local router نفسه اللي احنا بنيناله routing table وليس next hub الانترفيس الله عافيك ضل اسئلة على هذا الموضوع احنا نكملنا هذا ال chapter رح نبدأ ب chapter 7 هذا chapter يعني هو مدخل لأمور كثيرة ب routing protocols اللي رح ندرس ها لقدام يعني كثير من الconcepts هون مهم انه الواحد يعني يفهمها كويس ويستوعبها عشان لقدام لما نصير نتعامل مع routers ومع neighbors وكيف ال router بيتواصل معهم ومين اللي يعني يعمله forwarding ومين اللي ما يعمله حسب protocol معين هذا كله ضروري ان نكون مستوعبين الآن حتى لما نتكلم عن routing tables عن routing protocols نكون يعني مستوعبين كويس مبدأ routing tables الآن فعليا اللي راح نبدأ فيه هو أول يعني protocol خلينا نقول المادة الفعلية محمد كنت ترافع إيدك لسه بدأت تسأل ولا ناسيها عندك سؤال محمد أحمد طيب مو مشكلة الآن أول protocol راح نبدأ فيه هو IP protocol حسنا فعليا في IP protocol كثير أشياء يعني غالبا راح نشوفها بهذا الشابتر في بدايات وبالذات راح تكون يعني أقرب لreview أو أشياء انتو مرة عليكم فإذا مشينا عليها يعني زي ما بحكوا بشكل أسرع من العادة لما نيجي نوقف عند الأشياء ونشرحها فالسبب أنها نعتبرها زي review هس على جميع الأحوال أي نقطة يعني وإحنا بنحكي عنها أو بذكركوا فيها عندك استفسار عنها اسأل ما في مشكلة يعني بهمنا أنه الواحد يعني هذا البروتوكول يعتبر طبعا يعني الكور تبع الاي بي استاك كله يعني هما لما سموا الاستاك تي سي بي اي بي او اي بي تي سي بي هذول الاثنين أهم تو بروتوكول تي سي بي والاي بي في الاستاك فالاي بي بروتوكول رح نتكلم تحديدا عن فيرجن فور هسه طبعا في فيرجن سيكس وكفورمات للباكت إذا تتذكروا بالنتورك إذا أخذتوا فكرة عامة عن اي بي فيرجن سيكس يعني أنا ناسي للنتورك درستها بس لي فترة ما درستها فبالعادة بالنتورك مش نتذكر مية بالمية إذا يعني منتطرق لل اي بي فيرجن سيكس لكن يعني بلاب النتورك في عنا أعتقد بنعمل وان او 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 إكسبرمنت للا إي بي فيرجن سيكس فالآن يعني كفورمات للهيدر لما نجي نتفرج عليه هذا يعني مر عليكم قبل هالمرة اللي هو تبع إي بي فيرجن فور هسا كل تركيزنا رح يكون في هذا الشابتر على فيرجن فور الآن بترتيب هذا السلايد رح نظل نشوفه باستمرار بالمادة لقدام كل مرة نشوف إحنا عند أي بروتوكول موجودين وعند أي نتورك لير فإحنا الآن رح نبدأ من النتورك لير هاي البروتوكول اللي شايفين أسمائها رح نوقف عندها كليات واحد واحد هنبدأ بال IP بروتوكول بعدين نروح على ARP أو ARP بروتوكول وأعتقد أنه يعني سمعنا فيه بالنتوركس بعدين ننتقل على ICMP ممكن نكون رح نظلنا موجودين في النتورك لير عشان ندرس الراوتينج بروتوكول مش مكتوبات هون بس هما يعتبروا يعني الفنكشناليتي تاعتهم عمستوى النتورك لير بعدين في عنا ال IGMP بروتوكول هذا يعني يستخدم عادة فور مالتيكاستنج فرح نتكلم عن المالتيكاست ورح نتكلم عن هذا البروتوكول IGMP as one of the بروتوكول ويجول يوز فور مالتيكاست بعد ما نخلص النتورك لير ان شاء الله بنطلع على الترانسポور لير نتفرج على الTCB والUDB بعدين بنطلع على الApplication لير نتفرج على الDNS بروتوكول فالآن في الIP لير في الNetwork لير في الIP بروتوكول رح ندرسه بالتفصيل هسا جزء من هذا البروتوكول يعني درسنا في مادة الNetwork لأن مادة الNetwork تركز كثير على الIP وعلى الNetwork layer أكثر من أي layer أخرى فرح نمر على بعض fields حتى تكتمل الصورة وبعض هم رح نوقف عندهم إذا كان في معلومات إضافية شغلة ثانية أذكر فيها إنه قلنا دائما أي بروتوكول لما في بداية أي بروتوكول كنا نقول what when how what we communicate is the IP datagram so this is the structure we communicate the unit اللي هي الIP datagram كاملة طبعا نحن هون شايفين فقط الهيدر بس نتكلم عن IP datagram كاملة هي الهيدر plus الpayload أو data part so this is the unit we communicate بيظل الآن كجزء من فهمنا لهاي الفيل to see how to communicate this packet وبعدين في عنا حالات راح تكون when to do the communication يعني منصير نقول انه متى لازم انا مثلا ابعث error message أو متى لازم اعمل forwarding أو متى لازم اعمل هذا الشيء مرات بيكون في timers to trigger things ف بنشوف في كل protocol بعض timers بيكون الها دور to control when مثلا to transmit a packet or when to receive something or when to re-transmit زي مثلا tcb نرجع مرة ثانية الip protocol الunit اللي عنا منسميها الdatagram عادة كلمة datagram يعني تستخدم كمان في udb protocol بنسميها user datagram بينما في ip protocol بنسميها ip datagram هس برضو عنا مسمى ثاني بنستخدم كثير اللي هو ip packet sometimes we say ip datagram sometimes we say ip packet كله منعني في نفس المعنى الان بتتذكروا معي الheader هو بنسميه standard header مكون من 20 bytes هذول هما 20 bytes اللي امامنا لاحظوا انه كل field في الو عدد معين من bits وهذا اللي هو احنا الان بنبلش في how how to communicate we have to understand the semantic the meaning of each field حتى نعرف كيف to communicate this unit اللي احنا متعودين عليه في ال networks انه نتعامل مع standard header اللي هما اول 20 bytes هذا منسمي standard header لكن فعليا ip header ممكن يكون بالاضافة للstandard header what we call options وهاي الoptions راح يكون الوقف معها في هذا chapter هي المادة تحديدا الoptions اللي راح تكون المادة الجديدة على هذا chapter مقارنة في مادة الnetworks الآن اذا بنحاول نشوف how many bytes we can add as options اتفقنا احنا انه هذا standard header يعني اي ip header لازم يكون في minimum 20 bytes لسه في عنا extra 40 bytes maximum can be added على هذا الheader as options طيب ليش 40 فقط والtotal 60 لاحظ في عنا field اسمه header length الheader length اذا بتتذكروا بالnetworks هو فقط 4 bits طبعا هذول ال4 bits اذا بدي امثل فيهم number بدي يكون من 0 ل 15 فاذا بدي اعتبر هذا الرقم بمثل عدد الbytes اللي بالheader مش هيزبط هذا الكلام لانه number 15 يعني كأني بقول header length 15 maximum مش معقول لانه احنا قاعدين بنقول standard لحال 20 ومع 40 bytes ممكن طبعا اضيف انا options 2 bytes 4 bytes 10 bytes يعني احنا انه ماكسيما بقدر اضيف up to 40 bytes فالtotal بيصير 60 ماكسيما من وين اجت 60 هاي اللي بنحكي عنا هون هاي الheader link اذا بتتذكروا بالnetworks الرقم هذا لا يعني number of bytes وانما بيعني multiple of bytes يعني دائما هذا الرقم بنضربه باربعة يعني كل value له بتقابلها 4 bytes يعني it's a number of bytes تتذكروا بال computer architecture or organization انه بنحكي مثلا ال word ممكن تكون 2 bytes او 4 bytes احكي مالك الone word 4 bytes ايوه فهون احنا كأننا قاعدين منعد words وليس bytes فلما نشوف number one منقول we have one word طبعا عشان نحول لbytes لأن كل شغلنا هون بالbytes بدنا نضرب باربعة فأي رقم منشوفه بالheader length لازم نضرب باربعة حتى نعرف الheader length لذلك إذا منتفرج على الheader length فعليا معانا range من 0 ل 15 بس فعليا إذا منفكر فيها مستحيل الرقم تبع الheader length يكون أقل من 5 ليش تتوقع وما بصير يقل عن 5 من ما مرة ثانية الheader length لازم الvalue تكون بين 5 و 15 بصير شي تكون مثلا 4 أو 3 تكتو أنه ضربت باربعة بتاع 20 عشرين تمام حسن إذا كان أتوقع يمكن أو كان يحكي أمين اللي يحكي أم مدفع آه أبس في كمان ناس كان يحكي عندهم جواب طيب الآن بالضبط أعتقد أنكم كنت راح تجاب نفس الجواب أنه أي رقم بنضرب باربعة إذا كان فرضا الرقم هون أربعة أربعة ضرب أربعة 16 نحن قلنا أنه الهدر 20 بايت فما يصير أنه يكون عندي هون رقم أربعة لأنه إذا ضربته باربعة بطلع 16 ولا بنفع ثلاث لأنه ثلاث ضرب أربعة 12 فمنم لازم هذا الرقم يكون خمسة عشان لما أضرب باربعة يطلع 20 فلذلك الهدر إذا شفنا يعني كراوتر أو كهوست إذا شفت value 5 I know أنه I have only 20 bytes so I have standard header without options يعني كيف الراوتر بيكتشف لما يجي يفتح الـ IV هدر كيف بيكتشف أنه هذا الهدر موجود فيه فقط 20 بايت ولا 30 بايت ولا 40 بايت ولا 60 بضرب بأربعة وبناء عليها بيعرف إذا كان أنا واصلني standard header ولا واصلني معه options كويتر شاف مثلا 5 20 بعرف أنه عنده فقط 20 bytes header ومباشرة بعد 20 bytes تبدأ الpayload أو data نفسها اللي هو ما بتطلع عليها لو وصله رقم 6 6 times 4 24 فبعرف أنه في عنده 20 bytes standard header وبعرف أنه I have to read 4 bytes extra as options وبعد 24 bytes I ignore everything لأنه راح يكون payload يعني ما بهمني so بالنسبة لل router it has to read the complete header وليس فقط أول 20 bytes وزي ما قلت كيف يعرف يعني الباوندري تبع الهيدر كم bytes يقرأ 20 ولا 30 ولا 40 bytes أو 60 bytes كheader بده يطلع على header length لذلك منتوقع header length كvalue يعني valid value هي بين 5 و15 طبعا 15 maximum value اللي ممكن أسجلها ب4 bytes اللي بتعطيني رقم 15 15 times 4 60 لذلك header length maximum 60 bytes given header length إنه بيعطيني أكبر value 60 شو في قبل header في عندنا version version again 4 bits هاي 4 bits طبعا دايما fixed value تاعتها إذا أنا قاعد supporting IP version 4 I'm expecting the value تكون 4 هس any value other than 4 يعني الراوتر الان وصلته الباكت بيعمل parsing الان بلشنا بالhow how to communicate so we start يعني learning the meaning of the fields حتى نعرف how to communicate فإذا وجد any value other than 4 وهو الان بيتكلم فقط عن IP version 4 فبالتالي will شو تتوقعوا من الراوتر يعمل إذا وجد أي value other than 4 drop drop the packet رح يعمل drop لل packet و يبعث مقابلها error message هاي error message رح ندرسهم في chapter كامل لحاله إنه لما الراوتر يعمل drop لل packet بالعادة بيبعث error message تتذكروا TTL value time to live value 8 bits أنا عمالي بأخذ fields اللي يعني إنتوا familiar معها كثير TTL value إذا تتذكروا هي 8 bits فلو كانت كل راوتر بيشوف ها بعمل decrement by one مظبوط لما توصل عند راوتر وتكون value one ويعمل لها decrement وتصير zero شو بعمل الراوتر بهاي الحالة تذكروا بعمل drop لل packet again مقابل dropping لهاي packet it will send error message لل يقول له I dropped your packet والسبب هو كذا كذا مثلا انه TTL عندك zero فهاي error messages اللي قاعد بحكي عنها انه sometimes ونشرح بالمادة نصير نقول الراوتر عمل drop لل packet وبعث error message لحد ما نوصل لشابتر 9 بتصير هاي error message بالنسبة لنا مفهومة يعني نعرف شو هما هذول error messages اللي يبعثهم الراوتر طيب تذكروا total length again it's 16 bits لو حطينا فيه رقم وهذا الرقم فعليا بيعكس number of bytes بالtotal packet طبعا لما اقول 16 bits اكبر رقم بقدر امثله ب16 bits هو 65535 to the power 16 الان اذا اجينا على طبعا minus 1 اذا اجينا على ال IP datagram كاملة بتلاحظوا انه minimum 20 والmaximum ممكن يوصل 64 ك طبعا عادة احنا ما منشوف packets طبعا ليش منقول by the way minimum 20 لانه اي packet لو ما فيها data لازم يكون at least فيها header مضبوط اه ايش كمدك تحكي بحكي انه فيها header عشان الهدر 20 يعني يعني مستحيل تكون total length يعطيني رقم اقل من 20 اجينا زي لما قلنا header length مستحيل يعطي رقم اقل من 5 اذا بشوف رقم اقل من 5 معناته في error بالmessage وهون اذا بشوف رقم اقل من 20 بعرف انه في error بالmessage يعني standard header ناقص فعليا الماكسيمم 64 كيلو بايت بس بالعادة ما منشوف packets 64 كيلو بايت بالعادة IP packets بتكون اصغر من هيك واذا كانت كبيرة شو بتتوقعوا يصير لها بمادة networks كنا نتكلم اذا كان لدينا packet كبيرة شو بصير بقسمها ل packet اه بنعمل لها fragmentation الذكرين مصطلح fragmentation اللي هو تقسيم packet ممكن اقسمها مرات لثنتين لثلاث لأربعة بيعتمد على ايش على physical network اللي انا موجود عليها وعلى اشي من سمي maximum transfer unit هس هذول هذول ال three fields اللي هو ال id لل packet وال flags وال fragmentation offset هذول ال three fields مع بعض بلعبوا دور كبير بال fragmentation هس فعليا انا يعني راح اذكرككم بمبدأ عمل ال fragmentation بس فعليا يعني ما راح ندخل in details مرة ثانية ب numerical examples بال fragmentation على اساس انه تغطى in details في مادة ال networks لكن وانت بتقرأ بهذا ال chapter راح تمر على يعني هذا section اللي بتكلم عن الفragmentation ورح تلاحظ انه بيعطيك numerical examples فهذا لك اذا كنت زي ما بحكوا ناسي يعني مبدأ الفragmentation فجيد انك ترجع تقرأ وت remember يعني how we do fragmentation اذا متذكره على جميع الاحوال احنا يعني راح نرجع نذكر الان بشكل سريع شو اللي بيصير طيب مرة ثانية ال id تبع البكت هو 16 bits وهذا بيمثل اللي هو id للبكت طبعا هذا عبارة عن بنبدأ في random number وبعدين بنصير نعمله increment by one يعني كل بكت بنبعث the next packet will be incremented by one وبتصير هذا id للبكت اللي بعديها ببعث بكت رقم ثلاث بعمل increment لهذا id by one وبالتالي بيصير هذا id للبكت اللي بعديها السيدة بتتذكروا لما كنا نعمل fragmentation زي ما زميلك الآن قال نجيب بكت نضطر نقسمها لأكثر مرات نضطر نقسمها لأكثر طيب كيف نرجع نجمعهم هذول كلياتهم على receiver side ونضمن أنه هذول الأربعة بكت تابعات لone big packet طريق الوفست بيرتبهم بس كيف ندل أنهم كل تابعين لنفس البكت ايوه إذن الوفست إذا بتتذكروا بيرتبهم لأنه الوفست هو عبارة عن index يعني بيبدأ مثلا أول fragment بيبدأ بزيرو الفراغمنت الثاني بيبدأ برقم بس لا تنسوا هذا الرقم دائما نضربه بثمانية زي ما الهيدر length الونت تاعته multiple of 4 الوفست هذا multiple of 8 فأي رقم مسجل هون لو فرضا نشفنا رقم عشرة نضربه بثمانية فكأني بقول أنا عند byte 80 بيبدأ مثلا fragment 2 بعدين مثلا لو كان الرقم 100 معناته 800 إذن الbyte أو الفراغمنت هذا بيبدأ من عند byte 800 فبرتبهم بقول والله أول fragment اللي هو عنده offset 0 بعدين بيجي الفراغمنت اللي الoffset تاعه أكبر من 0 وهكذا يعني كل fragments ورا بعض برتبهم مثلا 0 100 200 300 وهكذا so the fragmentation offset بعمل ordering والID زي ما قال زميلكم الآن هو بيدلنا إنه لازم كل البكت اللي عمنا لهم fragmentation يكون لهم نفس الID لما نيجي لبكت ثانية جديدة من نبعثها من الhost نعطيها different ID طيب نكمل ال flag ونوقف المحاضرة عنده الflags إذا بتتذكروا طبعا هاي الفكرة اللي حكيناها قبل شوي للfragmentation إنه we take the packet بنحطها داخل الفريم إذا كانت ما بتوسع البكت بone frame وهذا طبعا الفريم فيزيكلي محدود بإشي اسمه بنسميه الMTU Maximum Transfer Unit فتذكروا الآن إذا كان الMaximum Transfer Unit ما يعني بتستوعب الIP datagram كاملة بضطر أعمال لها fragmentation وأحط فقط لحد الMTU Maximum الآن من ضمن الأشياء الموجودة كمان بالهيدر اللي هي هون بالFlags 3 bits 3 bits منهم غير مستخدمة الbit الثانية اسمها D Flag والثالثة بيسموها M Flag D Flag معناها Don't Fragment والM Flag معناها More Fragment المore Fragment إذا بتذكروا تعطيني indication إنه هل هذا الفragment هو آخر فragment ولا لا فإذا كانت المore Fragment قيمة تاعتها 1 معناها إنه I still have more Fragment يعني this fragment is not the last one إذا كانت المore Fragment 0 معناها this is the last Fragment وبالتالي لما آجي أرتبهم بقول هذا آخر offset مثلا offset رقم 200 أو 800 بقول هذا آخر offset ما فيش بعده إشي كيف بعرف إنه ما في بعده إشي من خلال more Fragment بتكون value بتاعته 0 Don't Fragment إنه أنا بطلب من الراوتر إنه إذا وصلتك packet ويجيت بدك تعمل لها forwarding ولقيت MTU صغيرة عليها ومضطر تعمل Fragmentation أنا قاعد بقول لك as a host Don't Fragment طبعا يعني هون زي اللي منحذر الراوتر الراوتر مضطر يعمل Fragmentation وإحنا قاعدين نقول له Don't Fragment شو بتتوقعوا يعني زي بحكوا ردة فعل الراوتر شو رح يساوي Drop Exactly Drop the packet ورح يبعث المقابلها كمان error message بس ممكن نقول ليش منعمل هذا الكلام يعني Why we say Don't Fragment إذا أصلا الباكت بحاجة لفراجمنت يجولي هذا الإشي يعني بيعتمد على receiver إذا كان receiver عبارة عن device مش مثلا يعني كمبيوتر عادي اللي مثلا يستوعب عنده بفر يجمع الفراجمنت Let's say we have embedded device يعني عبارة عن مثلا kit أو device يرسل ويستقبل فهو ما عنده يعني enough buffer space إنه يجمع الفراجمنت فبنسبة له useless إنها توصل الباكت فراجمنت لأنه ما عنده buffer space enough أو memory enough إنه يجمع الفراجمنت فمن باب أولى بيحكي لك يا بتعطيني الباكت كاملة من البداية يا لا تعطيني فراجمنت لأني ما رح أقدر أجمعهم هم نعرف التجميع دائما وين على receiver side بيكون من البداية إنت الابليكيشن اللي باني بين sender وال receiver بدك دائما تقول للراوترز حتى لو فيه fragmentation لا تعمله لأنه eventually الباكت هاي ما رح تتجمع فإنت you save زي ما بتقول الباندوث على path بدل ما الراوترز تغلب حالها وتعمل لك fragmentation وآخر شي هال fragments كلها مش هيقدر receiver يجمعها فمن البداية أنت بتحكي للراوتر don't fragment على أساس أنه أصلا على receiver side ما رح نقدر نجمعه يعني as an example why we do don't fragment هنوقف عند هذا الـ slide عشان الوقت عدنان عندك سؤال تفضل بالنسبة للآخرين عشان ما نأخرهم إذا يعني اللي بحب يغادر من الآن بقدر يبدأ يغادر لأنه هنوقف عند هذا الـ slide بس إذا فيه أسئلة بنسمع أيوة عدنان دكتور لما نسوي fragmentation total length تبع كل fragment يصير على حجمها أو على حجم الأصلي لا على حجمها نفسها على حجم الفragment يعني الآن كل fragment يصير وكأنه packet جديدة لها header خاص فيها بheader length خاص بtotal length خاص فقط الإشي المشترك بين الفragments هو الـ ID فقط يعني حتى الـ check sum نرجع نحسب لها الـ fragment check sum جديد يعتمد على المعلومات الجديدة التي بالheader لأن الـ fragment offset يكون تغير من fragment ل fragment صح نحسب check sum مرة ثانية الشغل الوحيد المشترك بالheader يعني ما تتغير بين كل الـ fragments هي الـ ID يكون نفسه فالـ total length يكون خاص في الـ fragment نفسه دكتور سؤال بس من باب للفضول نعم ممكن هو موقتور بس لا فضول طيب احنا فهمنا بالـ forwarding قبل عن موضوع الـ interfaces اللي بعتلها حسنا بـ routing table طيب هسا مثلا بالبيت router وكذا يمكن عنده one antenna أو two antenna بس يعني interface واحد أو اثنين هل هذو يمكن بطكوز خاصة ولا نفس ونفس وشلوب قصدك wireless مقابل wired wired صح كلامك خليني بس عشان المحاضرة كrecording كل ما كبر بكبر حجم الفايل فخلينا بس نوقف المحاضرة ونسمع اي اسئلة منكم ما في مشكلة